هيا يا أولاد مستعدين لرحلة النهاردة أيوة يا تيتشر أنا متحمسة جدا وأنا كمان طب يلا بقى عشان عم محمد زمانته داخل علينا بالباس دلوقتي شكل عم محمد فكرنا رايحين فرح يا تيتشر خلود أيوة يا سيف هو دا عم محمد هيفضت العمره كده بيحبي يضحك أهلا يا حبايبي يا حلوين إزايكم عاملين إيه يلا يلا تعالوا عشان أوجيكم الرحلة الجميلة إيه دا يا عم محمد هو أنت كنت عامل لهم فرح ولا إيه أيوة ملاي يا ميس عشان هو دا جابوا الرحلات ولا إيه يلا يا بلاد يلا ركبوا الباس عشان أوجيكم الأصر الجميل وقفتوا لي يا بنات يلا ركبوا الباس عشان نروح الرحلة يا تيتشر احنا هناركب بس أول حاجة عايزين نسلم على أصحابكم ماشي مفيش مانع يا سجدة سلموا على أصحابكم ويلا بسرعة عشان نروح الأصر المهجور يا بنات ممكن أطلع في الصورة معاكم أيوة أيوة طبعا يا عم محمد تفردت شكل حلو أيوة شكلك حلو جدا أيوة يا عم محمد شكلك تحفظ خلاص يلا يا بنات أنا هقف بقى وتفرج عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أصحاب سجدة وجنة ورقة الحلوين أنتوا يا جمال يا سكر تعالوا بقى معنا قبل ما نبدأ الفيديو نعد معاكم من واحد لكما سيكونوا فقعتوا ازرار اللايك اللايك اللي سبع وفوق واملوا اشتراك كتير كتير وفعلوا ازرار الجرس واملوا مشاركة مع أكبر عدد من أصحابكم يلا واستعدين عشان نعيد أيوة يا سجدة يلا واحد اثنين تلاتة أربعة خمسة ويشكرانوا يلا بقى عشان نروح نروح فين يا جنة هنروح الأسر المهجور يلا يا عم محمد ودينا بسرعة الأسر المهجور يلا يا بنات يا حلوين يلا يا أولاد وصلنا للأسر المهجور أيوة يا تيتشار ده فعلا مكان كله مهجور أيوة فعلا ده بين ان هو قديم ومحدش بيدخله أيوة يا أولاد فعلا الأسر ده مهجور ومحدش بيدخله أبدا كل الناس عارفة كده بس المهم ان احنا بنيجي هنا رحلات عشان نشوف الشجرة اللي موجودة هنا في جنينة القصر الشجرة دي عمرها مية سنة واكيد الحارس اللي موجود بتاع القصر هيقول لنا ايه قصتها يلا بقى تعالوا عشان نشوف الشجرة ونشوف ايه حكايتها اهلا يا عم شلبي ازايك عامل ايه؟ اهلا يا بيس خلود ازايك عامل ايه؟ ازايكو يا ولاد اهلا بيكم في القصر المهجور ايه دي الشجرة هي قدامكو اللي عمرها مية سنة دي شجرة كبيرة قوي فعلا وعندها فروع واخصان كتيرة جدا جدا طب يا عم شلبي مين اللي زرع الشجرة دي وايه كايت؟ حكايت الشجرة دي يا ولاد كان فيه واحد وامراته قاعدين في القصر ده من زمان واول ما ربنا رزقهم بأولاد رحوا زرعين الشجرة دي على طول عشان تكون عمر اولادهم من عمر الشجرة لكن هم ماتوا والشجرة هي اللي لسه موجودة يا عم شلبي فين الاولاد وفين احفادهم وليه ما حدش بيزور القصر ده او حتى بيعيش فيه؟ انتي يا بنت انتي بتسألي ازئلة ماينفعش جوبك عليها خلاص هم مشوا من القصر وخلاص يا عم شلبي انا عايز اعرف مفيش حاجة تعرفيها انتوا جايين تشوفوا الشجرة وديكوا شفتوها طب ينفع ندخل القصر يا عم شلبي؟ لا لا ايه اللي بتقولي ده؟ مين اللي يدخل القصر؟ ده ممنوع ليه ممنوع؟ هو حاجة ايه؟ انا حارس القصر ده من زمان ومفيش حد بيدخل القصر خلاص لو سمحتي ما تسأليش الاسئلة دي هيا اولاد ايه رأيكو في الشجرة بقى؟ شفتو قد ايه الشجرة طويلة وجميلة؟ ايوا دي حلوة جدا ايوا دي حلوة جدا يا عم شلبي انا رأى شفتو الراجل ده ده مخيف جدا وليه هو مش عايزنا ندخل القصر اكيد في حاجة هو مش عايزنا نشوفها ايوا يا سجدة عندك حق انا كمان حسيت كده مش عارف الراجل ده شكله مريب قوي كده ليه؟ طب تعالوا ان نشوف القصر كده من برا يمكن نعرف ندخله ندخله ايه يا سجدة انت ما سمعتش بيقولك ممنوع احسن يكون جوا عفريت ولا حاجة عفريت ايه بس يا رأى مفيش حاجة اسمها كده عفريت انت كمان يا رأى احنا عايزين نخش القصر عشان نشوف ايه جواه والرجل ده مش عايزنا نخش جوا القصر ليه؟ تعالوا تعالوا يا بنات اما نقف كده قدام القصر من غير ما يحسه يمكن نلاقي طريقة تعالوا ياه ده الباب مش رضي يتفتح خالص ده تلاقيه قفلو بالمفتاح وكمان ده تقيل خلاص ايه رأيكو تعالوا اللف من ورا اكيد في باب وراني ممكن نخش منه القصر تعالوا يا جنة في باب مفتوح عندك؟ ايوه يا بنات تعالوا مش انا قلتلكم في باب مفتوحة هون من ورا ممكن نخش منه القصر ياه ده القصر ده شكله كبير قوي يا بنات تعالوا نشوف هو فيه ايه؟ ايه ده مراية يا ترى مين اللي كان بيستخدم المراية ده في القصر الموجود؟ وبصوا هنا كمان يا بنات فيه كتب بس الكتب دي شكلها قديمة قوي يا ترى مين اللي كان بيقرأ فيها؟ تعالوا انا حس اننا نشوف حتى هناك مش قلتلكم يا بنات انه اكيد عم شالا بيمخب بحاجة وان فيه حتى بيقاش في القصر ده يلا نشوف مين الولد ده طب تعالوا نسحيه عشان نعرف مين ده وإيه اللي جايبوا هنا في القصر؟ قوم قوم ايه ده؟ انتوا مين؟ وإيه اللي دخلكم هنا؟ احكولي بسرعة الحمد لله أخيرا حد دخل علي القصر عشان يخلصني من اللي أنا فيه قل لنا بس بالراحة هو انت مين وتعمل ايه هنا؟ انا ما عنديش بابا ولا ماما وكمان عمامي خدوا كل فلوسي وحبسوني هنا في القصر ده ومجساعتها بقيت لوحدي ومعرفش حد بره أبدا وعم شلبي هو اللي واقف على القصر بره وما بيطلعنيش أبدا أبدا انتوا بقى ايه اللي جابكوا هنا ودخلتوا ازاي؟ احنا كنا في رحلة في المدرسة عشان جايين نشوف الشجع اللي عمرها مئة سنة ودخلنا من الرباب الورا المفتوح من جرم عم شلبي شوفنا عشان كده انا هارف ان عم شلبي ما بيدخلش علي حد أبدا عشان كده انتوا دخلتوا من وراه أرجوكوا تخلصوني من اللي أنا فيه أرجوكوا أرجوكوا قل لنا ايه الموزة اللي موجودة هنا دي؟ الموزة اللي موجودة دي عم شلبي هو اللي بيدهاني كل يوم وما بيرداش يديني أكل حلوة أبدا يا خبر خلاص ما تنسعش انت اسمك ايه؟ انا اسمي سمير خلاص يا سمير انا وجنة ورعب هننقذك من هنا ما تخافش أبدا تيتشر خلود احنا عايزينك في أمر مهم جدا انتوا كنتوا فين يا بنات انا كنت لست بابص عليكم دلوقتي حالا اختفيتوا فين؟ احنا هنا هنا احنا هنا بس احنا عايزينك في أمر ضروري جدا انتوا مالكو قلقانين كده ليه؟ ايه اللي حصل؟ فيه أمر ضروري تعالي بس تعالي يا تيتشر عايزين نقولك على حجة مهمة جدا طيب طيب يا بنات تعالوا قلولي فيه ايه اللي حصل؟ ها يعني كل ده حصل والولد ده موجود جوه فعلا؟ ايوه خلاص يا بنات ما دقلقوش انا دلوقتي هتصرف اهلا يا تيتشار خلود انا جيت فورا اول ما كلمتيني يا فندم اهلا اهلا سيادة الزبط شريف وزي ما حكتلك الكستة بالضبط يا فندم واكيد الولد دلوقتي جوه محبوس لازم نطلعه ما تخفيش يا فندم انا دلوقتي هتطلعه ايوه يا عمو شريف طلعه عشان هم ما بيأكلش رموزة بس وسعب علينا ما تخفوش يا بنات دلوقتي هتطلعه فورا ايه ده بوليس انت بتعمل ايه هنا يا فندم انت كمان بتسألني دي وظفتي انا ااجي في المكان اللي انا عايزه لانك انت لس ولازم يتقمد عليك فورا لا لا انا ما عملتش حاجة هم اللي قالولي احبس الولد في القصر انا مليش دخلي كمان بتعترف ايوه ايوه انا هعترف هعترف انا مليش دعوة يا بيه مليش دعوة هم اللي قالولي احبس الولد انا مليش دعوة قدامي هنا على زيارة الشرطة قدامي انت مقبوض عليك سل على السلامة يا سمير اول ما ساكده وجانا وروا قالولي بسرعة تصلت بالشرطة الحمد لله ان انا تلقيت من القصر ده الحمد لله انا كنت محبوس بقالي مدة طويلة جامد قوي خلاص متخفش يا ابني احنا خلصناك خلاص من القصر ده وكل سروتك اللي خدها عمامك هنرجعها لك الحمد لله ان ارجعت لحياتي الحمد لله شكرا ليكو شكرا يا سجدي انتي وانتي وجانا ورقا مش احنا وعدناك ان احنا همطلعك يا سمير فعلا يا سجدة انا متشكر لكو جدا اتفضل دلوقتي يا سمير معنا عشان نتمم المحضر ونتمم على كل حاجة وكمان تتعرف على لعمامك المجرمين اللي عملوا فيك كده حاضر روح حاضر انه جاية او معاك اولاد كلنا نسقف لسجدة وجنة ورقا عشان شجعتهم والانهم انقذوا الولد البريء اللي كان جوه الاصر يلا بقى عشان دلوقتي نرجع المدرسة اما الفين عم محمد اهو اهو هو جايب بص ناك تاني يا عم محمد وجود عم محمد وكده يا صحابي تكون انتهى بحلقاتنا يا ربي كنا عجبتكم يلا بعروف فكر الزرار لايك الصباح وفوق ومن اشتراك كتير كتير فعل زرار الجرس ومن امشارك مع اكبر عدد منه أصحابكم وشكرا يلا باي باي يا أصحابنا